الموصل بلا مسيحيين فرغم مرور عامين على استعادة المدينة إلا أن المسيحيين غير قادرين على الاحتفال بأعيادهم فكنائسهم لا تزال قليلة وما أصلح منها ورمم على قلته ما زالت فارغا ويرجع هذا لكون المسيحيين الذين فروا قبل خمس سنوات من الموصل لم يعودوا إليها ولم يتم إعمار سوى بضع كنائس دمرتها آلة الحرب وفقا لموقع المونيتور الأمريكي الموقع أكد أن الحكومة في بغداد ما زالت تتقاعس في تخصيص أموال كافية تؤمن إعادة الإعمار وعودة الاستقرار لمحافظة نينوى بخليطها الاجتماعي المتجانس فالكنيسة الوحيدة التي تم تجديدها هي كنيسة القديس بولس الكلدانية في حي المهندسين تم تمويل إعمارها من مؤسسة إيطالية لكن حتى هذه الكنيسة بقيت مهجورة خلال موسم الأعياد في ظل عزوف المسيحيين عن العودة مركز قلقامش للآثار وحماية التراث في الموصل أكد من جهته في تقرير له أن المسيحيين مترددون في العودة بسبب الوضع الأمني المتردي حيث لا ضمانات تكفل حمايتهم المركز كشف إجراءات اتخذتها أحزاب وجهات متنفذة تجاه أملاك وعقارات المسيحيين ومنها اتخاذ مبنى دير أبو النصر والأديرة المجاورة مراكز ومقار أمنية واستخباراتية من مديرية الجريمة المنظمة في جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية وعشرات المباني والدور التي استحوذت عليها أحزاب وميليشيات واستغلتها لصالحها وهي إجراءات يعدها متابعون للشأن العراقي بأنها زادت من مخاوف المسيحيين بشأن وجود أيديولوجية تهدف لاجتثاثهم من مناطقهم الأصلية أما على المستوى السياسي فقد أعرب باطرياركو بابل للكلدان الكاردينال مارلويس رفايل عن اعتقاده بأن قضية عودة المسيحيين تتطلب ضمانات دولية مؤكدا أن أي تغيير ديمغرافي هو أمر غير مقبول لأن منازل المسيحيين ليست للبيع أو المصادرة موسيقى